بعد معارك عنيفة تمكنت وحدات حماية الشعب الكردي من السيطرة على مدينة طل أبيض ومعبرها الحدودي أقجى قلعة لم تنفع كل محاولات داعش لإيقاف التقدم الكردي هذه بعض آثار المعارك وهذه بعض الأسلحة التي خلفها عناصر التنظيم تعتبر الطل أبيض في محافظة الرقة أحدى المعاقل الهامة لداعش فالتنظيم يستخدم المدينة ممرا لعبور مقاتله القادمين من الأراضي التركية إلى محافظة الرقة كما أن السيطرة على المدينة تمكن الأكراد من ربط المناطق الخاضعة لسيطرتهم من عين العرب إلى تل أبيض وصولا إلى الحسكة لكن الأخطر من هذا كله هو خشية دمشق وأنقرة من نوايا الأكراد تشكيل إقليم كردي على غرار إقليم كردستان العراق وهو ما يشكل في نظر البعض مقدمة لإقامة دولة كردية في المنطقة على وقع الرغبة المعلنة لإقليم كردستان العراق في نيل الاستقلال والصعود الكردي في تركيا إذ أن كل المعارك التي يخوضها الكرد ضد داعش في مناطقهم تخظى بحماية جوية غربية وبمشاركة مباشرة في قصف داعش واستهدافه فضلا عن دعم الأكراد بالسلاح وتدريبهم والتنصيق معهم